نحن نعول كثيرا على خطاب القسم الذي يمثل كافة اللبنانيين وكذلك نعول على حكمة وتجربة طويلة لرئيس ميشيل عون طبعا اليوم رئيس عون أصدر موقفين وطنيين كبيرين الأول عندما قال أن في عهده لن يسمح لأحد بخرق الدستور وهذا مطلب أساسي لنا كفريق سياسي هل كان يوجه الكلام سيد حريري هل كان الرئيس عون يوجه الكلام عن حق الدستور إلى جهة بعينها من قراءتك يعني نحن نعلم من يخرج الدستور في لبنان النقطة الثانية التي أعلنها الرئيس عون هي أنه لا يريد لأي دولة من الخارج تدخل في الشؤون اللبنانية وهو يبقي هذه العلاقات كعلاقات صداقة ليستفيد منها لبنان لبنان عفوا ما بين دولتين دولتين وقفال ترجمة نانسي قنوات